اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما يسمى في وثائق الارشيف البريطاني الرجل الذي تمكن من الجزيرة العربية في اقل من عقدين لكن الدولة الوليدة كانت قد قامت على انقاض دولة اخرى سبقتها هي مملكة الحجاز او مملكة الحجاز الهاشمية التي كان يحكمها شريف مكة الشريف حسين بن علي اخر حكام الاشراف الحجازيين في الجزيرة العربية قبل ان يتمكن ابن سعود من عزله لقد قبلنا عرض التنازل عن العرش وانا ليس لنا رغبة الا في سكينة البلاد وراحتها نطلب منكم ان تتركوا شعبكم ليتولى امره بهدوء واذا ما حدث اي شيء فانتم المسؤولون اشتركوا في القناة في الاول من تشرين الثاني نوفمبر الف وتسعمائة وثمانية اصدر السلطان عبد الحميد فرمانا بتعيين الشريف حسين بن علي اميرا على مكة المكرمة ليتسلم الراية الشريفية كسليل لاشراف مكة من البيت فحتى الدولة العثمانية كانت تعترف بسلطة الاشراف في الحجاز قبل الرحيل نحو الحجاز استدعي الشريف حسين الى مقر السلطان عبد الحميد كان اللقاء الاخير بين الرجلين قال السلطان انه يخشى العزل او الاعدام فالدولة العثمانية تهوي الان بسرعة فقال الشريف اذا ساء حظك عليك ان تأتي الى الحجاز وسأتعهد لك بالحماية كان الرجلان متشابهين الى حد كبير ومصير واحد كان بانتظارهما فبعد ستة اشهر اوزل السلطان عبد الحميد والمصير ذاته كان بانتظار الشريف في الحجاز الحجاز تلك الارض المقدسة الواقعة غرب جزيرة العرب لها مكانة كبيرة في وجدان المسلمين مهبت الوحي ومنبع الرسالة تضم اقدس مدينتين اسلاميتين مكة المكرمة والمدينة المنورة لقد اضفى ظهور الاسلام على الحجاز والحجازيين اهمية كبرى فالاف المسلمين تهوي قلوبهم للارض المقدسة حتى استوطنها الاف البشر الذين رغبوا في جوار الحرمين وكانت حدود الحجاز تمتد من حدود اليمن جنوبا وصولا الى مشارف مدينة معان الاردنية شمالا انه الحجاز المقدس عند المسلمين باثاره وتاريخه ومعالمه تردد الخبر في ارجاء الحجاز بعد ان وصل امير مكة الجديد فخرج الناس لاستقباله استقبالا عظيما ثم قصد الشريف مكة المكرمة مقر اقامته ومركز حكمه منطقة الحجاز والاشراف امراء مكة من الاشراف مهم سلالة علي بن ابي طالب رضي الله عنه اشراف مكة عائلات حجازية يعتقد انها متحدرة من نسل النبي عليه السلام يتوارثون نسبهم كما يتوارثون رعاية الحرمين الشريفين فخلال تعاقب الدول الاسلامية كانت الاشراف سيطرة دائمة على الحجاز عشرة قرون واكثر كان الاشراف فيها حكاما للحجاز خدمة ورعاية في الوقت نفسه وفي جوار الحجاز شرقا عند صحراء نجد وسط الجزيرة طرف ثالث يشق طريقه بين الاشراف والعثمانيين جماعة اصولية متعصبة تهدف الى انقاذ الحرمين من التدنيس والانتهاك طبقا لما يؤمنون به من رحم نجد ظهرت حركة اخوان من طاع الله حركة عقائدية نذرت نفسها لنشر ما تؤمن به بالسيف جامعة بين دوافع الغزو البدوي للسلب والنهب وفرض العقيدة بالقوة ذلك الجيش من المتعصبين الذي سيبسط نفوذه على اجزاء كبيرة من جزيرة العرب يقودهم امام نيافع يدعى عبدالعزيز بن سعود الرجل الذي ستأول اليه الامور في جزيرة العرب عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن سعود سليل الاسرة الحاكمة في نجد والتي عملت على توسيع حكمها مرتين في عهد الدولة العثمانية ليبقى التوسع طموحا متوارثا جيلا بعد جيل ومع اقتراب الحرب العظمى سيكون اقرب من اي وقت مضى عبدالعزيز بن سعود الاعظم شخصية مثيرة جدا اشبه بشخصية اسطورية لدى معظم السعوديين اليوم لقد انشأ المملكة السعودية عام 1932 لقد فعل امرين كبيرين يشير اليهم التاريخ اولا قام بتسمية الدولة باسم عائلته انها الدولة الوحيدة في العالم التي سميت باسم الاسرة الحاكمة الاسعود الامر الاخر توحيد جميع القبائل في شبه الجزيرة السعودية تحت سلطته لذلك هو بالنسبة للشعب السعودي اسطورة حية عام 1914 وخلال موسم الحج وصل الى مكة المكرمة مبعوث سري كان متنكرا بملابس الاحرام حتى لا يكشفه الاتراك اخذ يبحث عن الشريف حسين بن علي يريد ان يبلغه رسالة بريطانية مرسلة من اللورد هيربرد كوشنر المعتمد البريطاني في القاهرة الرجل الذي يعمل على عزل القوات العثمانية في جزيرة العرب لكنه يريد ان يعرف ما اذا كان عرب الحجاز مستعدين للوقوف مع بريطانيا اذا منحازت تركيا الى المانيا في الحرب القادمة وصلت الرسالة فتأمل الشريف عرض الانجليز ثم قال ان للامبراطورية العثمانية حقا علينا ولنا حقوق عليها لكنها اعلنت الحرب على حقوقنا ولست مسؤولا امام الله عن اعلان الحرب عليها حتى لو طلبت الامبراطورية المساعدة فلن نساعد هؤلاء الظالمين سر اللورد كوشنر من رد اشراف الحجاز لقد وعد بانه سيضمن حقوق امير مكة ولن يسمح باي تدخل خارجي في الجزيرة العربية لقد تحدث عن مملكة عربية تدور في الفلك البريطاني حتى انه اشار في احدى مراسلاته الى اعادة الخلافة كان هم الشريف ان تتشكل دولة عربية واحدة تشمل شبه جزيرة العرب والهلال الخصيم اي ما يسمى بالمشرق العربي او بلاد العربية الاسيوية طبعا هذا حلم عند العرب كان مش عند الشريف لحاله عند كل المثقفين العرب ان يعودوا العرب الى المسرح السياسي بعد ان فقدوه من سنة الف وخمسة وخمسين من لما احتلت سلاجقة صلقت سلطنة في بغدهات وبعد ذلك لم يعد للعرب يعني وزن ولا اهمية حتى سنة الف وتسعمية وستعاش يعني الف سنة تقريبا في الوقت نفسه وخلال تبادل الرسائل بين الهاشميين والانجليز كانت هناك رسالة اخرى تعبر الصحراء شرقا موجهة من ابن سعود امير نجد في الرياض الى دار الاعتماد البريطاني في الهند يعرض ابن سعود اعترافا من جانبه لبريطانيا مقابل ضمان استقلال نجد عن الدولة العثمانية وصلت رسالة ابن سعود الى الكابتن شيكسبير ممثل الحكومة البريطانية في الهند الرجل الذي سينهي عزلة نجد دابليو اي شيكسبير ضابط في الجيش البريطاني كان حلقة الوصل بين بريطانيا والامارات الخليجية اذ كان صعبا على بريطانيا اختراق الصحراء من غير عملائها وعندما وصلت رسالة عبدالعزيز قررت بريطانيا ان ترسل مندوبا للقاء الامام في نجد وفعلا انطلق الكابتن شيكسبير نحو الرياض ليكون اول شخص بريطانيا يتعرف على ابن سعود حتى انه اول شخص سيلتقط صورا لعبدالعزيز وجيشه لقد اعطي الامام ما يريد ووافقت بريطانيا على الاعتراف باستقلال نجد كما وعدت بمد ابن سعود وجيشه بالمال والسلاح شرط ان يحارب دولة الرشيد في حائل حلفاء الاتراك في الجزيرة العربية يحدى اكثر القضايا اثارة للاهتمام في تجربة بريطانيا في الشرق الاوسط ابان الحرب العالمية الاولى قضية الانقسام بين المقر العربي في القاهرة وحكومة الهند اذ كان هناك مركزان لبريطانيا معنيان بالشؤون البريطانية في العالم العربي كل منهما ينظر الى العالم العربي من موقع جغرافي مختلف وكان على خلاف تام لقد نظرت حكومة الهند الى العالم العربي من خلال مصلحتها في الخليج الفارسي لذا كانت مهتمة بتركيز الجهود البريطانية لتوسيع السيطرة على الخليج الفارسي وبلاد ما بين النهرين اما في القاهرة فكان الاهتمام يدور حول وضع بريطانيا في مصر والاراضي المجاورة في سوريا والحجار مجموعة مختلفة من المصالح تقود لاضعاف الامبراطورية العثمانية لذا كان موقف بريطانيا في الشرق الاوسط لابد ان يتغير مهما كانت نتائج الحرب العالمية الاولى سواء انتصر البريطانيون ام هزموا اذا كان هناك تباين في الاولويات ووجهات النظر ادى الى مقاشات بين الهند ومصر ولندن واندلعت الحرب العظمى بين الدول الكبرى واقتربت الدولة العثمانية من نهايتها ثم باتت ثورة العرب على الابواب في العاشر من حزيران يونيو الف وتسعمائة وستة عشر بدعم انجليزي كبير انطلقت ثورة العرب في مكة الثورة العربية الكبرى ضد الحكم التركي في جزيرة العرب وسرعان ما استقل الحجاز ليصبح مملكة الحجاز الهاشمية اول دولة عربية مستقلة تؤسس في القرن العشرين ثم نصب الشريف حسين بن علي ملكا على الحجاز كان لابد من اعلان الاستقلال في البلاد العربية كانت بيعة مهيبة في المسجد الحرام وقف اهل الحجاز مبايعين من ضحوة النهار الى اذان الظهر احد عشر الف رجل في مكة يبيعون ملكا هاشميا يسير بهم الى ما امر الله ورسوله منطقة الحجاز والاشراف ومراء مكة من الاشراف وهم سلالة علي بن ابي طال رضي الله عنه الجيش العربي سيتم تسليم هذه الراية الى كتيبة الامير الحسين بن عبد الله ام الجيش من يد جلالة بائدنا الاعلى حفظه الله ورعاه احتفاءا بهذه المناسبات الوطنية الخالدة ام الجيش العربي ام الجيش العربي هنا وسط المملكة الاردنية الهاشمية الدولة العربية التي لا تزال تحت حكم الاشراف الحجازيين حتى اليوم يحتفظون ببقايا المملكة الحجازية الهاشمية كما يحتفظون بمقتنيات الاشراف القادمين من الحجاز الوثائق والبرقيات وحتى الصور شواهد على دولة الاشراف في الحجاز كان حلما عربيا لم يدم اكثر من تسع سنوات ثم تلاشى فيها اعلى استقلال الحجاز بعدين اعلى نفسه بعد مدة انه ملك العرب يعني لم تعترف بريطانيا وفرساله بذلك وكانوا يخاطبونه باسم ملك الحجاز بينما هو رسميا كان يعتبر حاله ملك العرب على امل وعلى اساس الرسائل المتبادلة بينه وبين المندوبين السامين الذين كانوا يقيمون في القاهرة كان تطلع العرب الذاك ان هذه الدولة هي نواة للدولة العربية التي ستشوى الاسيا العربية كلها شرق الحجاز تعززت مشاعر الغضب لدى ابن سعود لكن بريطانيا كانت تخشى ان يؤثر ذلك على سير المعارك في الجبهات المختلفة فطالبت بضرورة منع ابن سعود من القيام بأي عمل عدائي على الحدود الحجازية كانت انظار السعوديين على نجد والمحافظات الشرقية في ذلك الوقت لم يكنوا قد فكروا في بسط سيطرتهم على الحجاز ولم يكنوا قلقين بشأن الاتفاقيات التي قد يبرمها الهاشميون مع البريطانيين حتى بدأ الشريف حسين يتحدث مع البريطانيين عن موضوع علاقة بملك العرب عندها رأى عبد العزيزي ابن سعود ان الشريف حسين يضع نفسه في منصب اعلامي تلك النقطة كانت بداية التنافس الذي اشعل فتيل الصراع بين السعوديين والهاشميين في الحادي عشر من نوفمبر تشرين الثاني الف وتسعمائة وستة عشر بريطانيا تستدعي ابن سعود للتشاور في البصرة جنوب العراق حضر عبد العزيزي ابن سعود كان في انتظاره الضابط الانجليزي بيرسي كوكس احد اهم راسم سياسة البريطانية في الشرق الاوسط والذي كان حريصا على لقاء ابن سعود بشكل شخصي تحدث ابن سعود كثيرا عن الخطر القادم من الحجاز قال انه لا يشعر بالامان تجاه توسعات الشريف وانه يرغب بدعم اكبر للقضاء على دولة الرشيد كانت المرأة التي تقف الى جانب عبد العزيز هي السيدة جارترود بيل اختر الشخصيات البريطانية في المنطقة والتي كانت مكلفة بمتابعة شبكة العملاء البريطانية في الخليج كانت حريصة على ان تلتقي بالامام عبد العزيز الزعيم القبلي الذي يقود جيشا عقائديا متعصبا وبعد تلك اللقاءات حصل الامام على دعم بريطاني كبير حيث اقتنع الانجليز باهمية الرجل في الخليج وانه بات يملك جيشا عقائديا قادرا على اكتساح اي خصم كان ذلك بالنسبة لهم ورقة مهمة لا بد ان تستغل الاخوان الذين نتحدث عنهم قوات قتالية ضخمة نشأت في القرن الثامن عشر كانت مكونة بشكل اساسي من البدو في اللحظة التي كان يعلن فيها الجهاد كان الالاف منهم يحتشدون ويتجمعون خلال الساعات في جيش يغير على القوة المعادية بريطانيا كانت الجهات التي تزودهم بالاسلحة البيضاء والاسلحة النارية وتمدهم بالمال حتى ينشر عقيدتهم فلولا الدعم البريطاني اواخر القرن التاسع عشر لبقيت الوهابية والسعود على هامش التاريخ الاسلامي اصبحت بريطانيا بحاجة الى ضابط مخابرات جديد يذهب الى الرياض فورا ليكون صلة الوصل الجديدة مع ابن سعود فوقع اختيارهم على الضابط الانجليزي هاريسين جون فليبي او عبد الله فليبي كما صار يعرف لاحقا جون فليبي ضابط المخابرات الانجليزي الرجل الذي سيغدو صديقا مقربا لابن سعود كما انه سيلعب دورا كبيرا في نشأة الدولة السعودية قريبا كانت مهمتي ان اتحدث معه في عدة نقاط كلفت بنقلها وجدت ابن سعود رجل عمل لا يكل ولا يمل على علم تام بمشاكل السياسات العربية في الجزيرة مقتنعون عن ادراك ويقين بضرورة التحالف مع بريطانيا بصفتها الضامن الوحيد لصيانة مصالح بلاده انه بحاجة الى كل شيء المال والسلاح كما انه قلق كثيرا من شريف مكة في الحجاز كانت الجزيرة العربية تغلي من كثرة الجبهات القتالية فكل ساكن الصحراء كانوا يدركون ان مستقبلهم بعد الحرب سيكون مختلفا عن ما اعتادوا عليه لكنهم لم يعلموا ان بريطانيا وفرنسا قد انهت تقسيم التركة العثمانية وحدهما وان سايكس بيكو قد حسمت في الحجاز وصل الى مدينة جدة كل من البريطاني مارك سايكس والفرنسي فرانسوا جورج بيكو الذين حضر للقاء الشريف حسين كان الرجلان قد انهي مخططا سريا لتقسيم الشرق الاوسط بين فرنسا وبريطانيا فحاول اقناع الشريف حسين بشأن مصير سوريا الذي بات مرتبطا بفرنسا بحسب الوثائق لبريطانية نفسها لم يكن الشريف يعلم عن اي اتفاق بين بريطانيا وفرنسا بل كان يرى ان سوريا الكبرى جزء من الدولة العربية التي وعد بها فرفض الحسين ان تسلم امور العربي لدولة غير عربية وامور المسلمين لدولة غير مسلمة كان الشريف يظن ان بيده ورقة رابحة هي رسالة السيد هنري ماكمهون الممثل الاعلى لملك بريطانيا في مصر الرجل الذي تبادل رسائل سرية مع الشريف حسين بن علي خلال الحرب العالمية الاولى عشر خطابات متبادلة تتحدث عن الدولة العربية المستقلة ضمن الحدود التي اقرها شريف مكة لكن الانجليز كانوا يصرون على استثناء سوريا وفلسطين من الدولة العربية الامر الذي كان يرفضه الشريف حسين وبالتالي لم تعد لتلك الرسائل اي اهمية على الارض الرسائل المتبادلة بين السير ماكمهون والشريف حسين هي من بين الموروثات الاكثر اثارة للجدل في العلاقات العربية خلال القرن العشرين الهاشميون يرون انه كان لديهم اتزام راسخ ووعد من الحكومة البريطانية فمقابل اشعالهم للثورة ضد العثمانيين سيكافئ البريطانيون حلفائهم في الحرب العرب بقيادة الهاشميين بمملكة عربية وان الاستثناءات التي قدمها السير ماكمهون في بلاد ما بين النهرين وسوريا ستكون مؤقتة لتنضوية بالنهاية اما تحت راية مملكة واحدة او سلسلة من الممالك المتحالفة تحت الحكم الهاشمي الشريف حسين في الحجاز وابنائه يحكمون باقي المناطق كانت هناك اتفاقية سايكس بيكو سيئة السمع والتي ابرمت مع فرنسا ووافقت عليها روسيا ايضا وكان هناك وعد بيلفور الذي يعيد الحركة السهيونية بفلسطين وطنا قوميا لليهود وهكذا سنجد ان دبلوماسية التقسيم في زمن الحرب كانت تضعف من شأن الوعود التي اعطيت للأسرة الهاشمية الشريف حسين لم ير فيها سوى الخيانة حيث لم يوافق على نتائج ما بعض الحرب التي فرضها البريطانيون كان شيئا رفضه حتى يوم وفاته في مذكرة سرية ارسلت من القاهرة الى لندن تقول على لسان مكمعون لا يريد الشريف حسين ان يفهم الوضع الجديد ولم يقبل ما عرض عليه بشأن سوريا انه مصمم ان لا يفهم الوضع لكني اظن ان الاحداث ستكون اقوى منه وانه في نهاية الامر سيضطر اما ان يقبل الامور كما هي او ان يسقط وضعت الحرب اوزارها ثم انقشع الغمام لم تقم دولة عربية في اسيا كما وعدت بريطانيا ثم توترت علاقة الشريف حسين مع بريطانيا التي لم تتمكن من ارضائه مثلما ارضت ابناءه في الحجاز كان الوضع يزداد سوءا خاصة ان بريطانيا قد قطعت المعونات المالية والرواتب عن موظف الدولة كما توقفت عن دعم الجيش الشريفي كل ذلك للضغط على الشريف وابنائه للقبول بنتائج الحرب في ذلك الحين كان البريطانيون على علاقة مع عبدالعزيز لكنهم في الوقت نفسه كانوا يصرفون اموالا اكتر للشريف حسين حيث كانوا يعطونه مئة الف جنيه شهريا خلال الحرب بينما قدموا لابن سعود عشرة بالمئة فقط هكذا كانت العلاقة مختلفة تماما بين الطرفين لكن القوة النسبية للرجلين قد تغيرت بعد الحرب حيث اصبح التعامل مع الشريف حسين صعبا بالنسبة للبريطانيين بدأوا يعتبرونه شخصا صعب المراس اذ اصبحت لديه اراؤه الخاصة ولم يكن ابدا سهلا اما ابن سعود فكان على استعداد لقبول الدعم البريطاني بل انه كان لطيفا في التعامل معهم لقد اصبح الشريف حجر عثرة بالنسبة للانجليز فقرروا التخلص منه وهكذا اقتربت معركة ابن سعود مع الهاشميين لقد اعطي عبدالعزيز اهل سعود كل الذرائع لاحتلال الحجاز ثم تلقى ضوءا اخضر الاجتياحه وكانت البداية في واحات الخرمة واحات الخرمة منطقة حجازية شرق الطائف هي بداية السقوط في ذلك الصراع كان يتزعم الخرمة الشريف خالد بن لؤي احد قادة الثورة العربية مع الشريف حسين وابنائه لكنه في تلك الفترة فتح بابا للاخوان على الحجاز اذ تغير ولاؤه الى نجد بعد خيانة الشريف خالد بن لؤي قرر الشريف حسين ان يرسل الجيش الشريفية لاستعادتها فكلف الشريف عبدالله بن حسين لقيادة الجيش في المقابل كان جيش الاخوان يقوده المتشدد سلطان بن بجاد احد الرموز المتعصبة في نجد والذي كان مقربا من الامام بن سعود امرت ان اعود الى الطائف بقصد تأديب الشريف خالد بن لؤي لقد خاننا وقتل عددا من الاشراف اصبح حاقدا على دولة الحجاز ثم وجد في نجد ناصرا له ومعينا في الخامس عشر من مايو ايار الف وتسعمائة وتسعة عشر اندلعت معركة تربة قرب حدود الخرمة والتي كانت قاسية جدا في نتائجها فلقد هزم الجيش الهاشمي شر هزيمة قتل المئات من قوات الشريف النظامية لقد تفاجأوا بقوة جيش الاخوان وقدرته على التقدم والمباغة ثم انتشر صد انتصارهم في الجزيرة العربية الامر الذي احدث رعبا في كل انحاء الحجاز الجيش ابن سعود جيش مقاتل ديني ما له حماس ديني ينشر الاسلام بيعتبر البقية كفرة بيعتبر الاهل الحجاز كفرة ويحتل الحجاز ويسبي نساءهم ويستولي على ممتلكاتهم ولا بتربش له رمشة يعتقد انه هو بذلك مجاهد اذا مات سينتقل الى الجنة كان واضحا للشريف حسين ان بريطانيا قد تركته وحيدا في معركته مع ابن سعود وانها لن تحرك ساكنا لترقب النهاية عندها قرر الهاشميون منع الجيش الوهابي من اداء فريضة الحج ذلك العام خوفا من اجتياح مكة خاصة وان الاخوان قد اصروا ان يدخلوا مكة مسلحي الامر الذي يهدد سلطة الاشراف وامن الحجاج ثم توقفت الحرب عند هذه النقطة انتصف عام 1921 وكفرصة اخيرة وصل الى مكة الضابط الانجليزي توماس ادورد لورنس لورنس العرب الذي حمل معه رسالة اخيرة لشريف مكة عرض فيها ابرام معاهدة انجلو هاشمية شرط ان يوافق على نتائج الحرب وان يقبل بوعد بلفور مقابل ان تضمن بريطانيا امنى وسلامة مملكة الحجاز كانت فرصة اخيرة لانقاذ مملكة الحجاز من هجوم عبدالعزيز لكن الشريف رفض العرض ولم يقبل بوعد بلفور خمس سنوات من الخوف والترقب الجيش الوهابي يعسكر على حدود الحجاز والجيش الشريفي لا حول له ولا قوة وكل الاشارات التي تأتي من بريطانيا تشير الى انها قررت تسليم الحجاز لعبدالعزيز بن سعود عام 1924 فاندفع الشريف حسين بن علي متشبثا برداء النبوة يعلن نفسه خليفة للمسلمين فتلقى باعة واسعة في الحجاز والشام الامر الذي زاد من غضب ابن سعود كان اعلان الخلافة القشة التي قسمت ظهر البعير فقرر ابن سعود غزو الحجاز فورا في قاب اغسطس 1924 انطلق جيش الاخوان في هجوم مباغة صوب الاراضي الحجازية كتائب الاخوان تنفذ غارات مكثفة في مناطق شريفية طلائعها كانت في شرق الاردن حيث توجهوا الى قرية ام العمد فقتلوا سكانها الهجوم الكبير كان في الطائف عاصمة الحجاز الصيفية تحديدا في الثالث من ايلول سبتمبر 1924 حيث تحرك جيش الاخوان صوب الطائف بقيادة المتعصب سلطان بن بجاد لم تتمكن الطائف من الصمود اطلاقا وقتل المئات من الناس حتى ان صحفا بريطانية تحدثت عن قطع لحناجر الاطفال والنساء وان العشرات قد لجأوا الى جامع ابن عباس لكنهم قتلوا جميعا داخل المسجد كما انس البطال المدينة بكاملها كان الهجوم هجوم جيش عبدالعزيز او هجوم جيش اخوان من طاع الله اي من اطاع الله المقصود به عبدالعزيز نفسه كان الهجوم يرتكز على ركيزتين اساسيتين الاول كان هذا الهجوم يغلف بغلاف الدين اي ان هؤلاء القوم هم مشركون وانهم يقطعون اهل نجد عن الحج وانهم وانهم الامر الثاني كان بقوة الحديد والنار و بقوة البطش والقتل والفضيع في اهل الحجاز والقتل الذريع في اهل الحجاز في مجزرة الطائف الرهيبة التي تقتل فيها عدة من الالاف وفعلوا فيها كما ذكر ذلك بالنص احمد عبدالغفور عطار صاحب كتاب سقر الجزيرة وهو المؤرخ الذي يذكر عبدالعزيز بلهجة المادح يذكر عبدالعزيز بلهجة المثني عليه والمعظم المقدس العبدالعزيز ذكر تفاصيل مجزرة الطائف بشكل لا يخطر على بال وذكر ما الذي فعل الاخوان من هؤلاء البدو المتوحشين طبعا ظل لهم عبدالعزيز باسم الدين ولدت احداث الطائف هلعا كبيرا في مكة المكرمة فخرج الناس في فرار جماعيا صوب جدة خوفا من الجيش الوهابي الذي يشتاح كل شيء لكن الشريف حسين بقي في مكة مع عدد قليل من رجاله ثم ابرق الى الوكيل الهاشمي في القاهرة قائلا له لقد هزمنا يا عبدالملك تراجع جيشنا لكني سأتولى شخصيا مسئولية الدفاع عن مكة المكرمة إني ألقي المسئولية أمام العالم الإسلامي لقد انتنع البريطانيون عن إصدار بينات الإدانة بل قالوا إن المسألة أصبحت داخلية كان سبب قرار بريطانيا إبعاد الشريف حسين هو رفضه التوقيع على معاهدة معهم فقد أراد البريطانيون توقيع ما اسموه معاهدة أنجلوهاشمية أحد أهم بنودها كان إجبار الشريف حسين على الخضوع لما هو حال فلسطين الآن بالأخص حقيقة جعلها وطنا لليهود يعيشون فيها بالطبع كان ذلك أمرا رفض الحسين القيام به فلم يقبل أبدا وجود اليهود في فلسطين لقد طلب منه البريطانيون التوقيع على تلك المعاهدة عام 1921 ثم 23 و24 في الوقت الذي تزايد فيه تهديد السعوديين للشريف ومع ذلك رفض الشريف حسين التوقيع وهكذا وجدت بريطانيا أن التعامل مع ابن سعود أكثر سلاسة أما التعامل مع شريف حسين فأصبح أكثر صعوبة من ذي قبل لقد رفض وعندما غزى ابن سعود الحجاز عام 1925 دعمته بريطانيا وساعدت على أن يتولى السعوديون ذلك الأمر عزل الشريف وإنهاء حكم الأشراف في الحجاز كان شرط عبد العزيز لوقف الغزو بل إنه أصر على طرد الشريف حسين وأبنائه من كل الأراضي الحجازية في مدينة جدة كانت الأجواء صعبة للغاية اجتمع عدد من أهالي جدة وكان هؤلاء الأشخاص من حزب الحجاز الوطني الذين أصروا على بقاء الحجاز مستقلا عن ابن سعود لكنهم كانوا يدركون أن العهد الهاشمي قد انتهى كان قرارهم أن يتنازل الشريف حسين عن عرشه لصالح ابنه الأكبر الشريف علي بن الحسين ربما يخفف ذلك من وطأة الأحداث على الحجاز بل ويسحب ذريعة ابن سعود لإكمال هجومه وهكذا يمكن الحفاظ على مملكة الحجاز مستقلة عن نجد وصلت رسالة الحزب إلى الشريف حسين قالوا إن شعب الحجاز في خطر يواجه الفوضى خاصة مع انهيار الجيش وعجز الحكومة عن إنقاذ الأرواح والممتلكات وتفادياً لأي كارثة تواجه بلاد الحرمين يهيب شعب الحجاز بكم أن تتنازلوا عن الأرش وتعين ابنكم الشريف علي ملكاً على الحجاز وإنكم بفعلكم هذا ستضيفون أفضالاً أكثر للإسلام والمسلمين أدرك الحجازيون أنه ليس بإمكانهم مواجهة عبد العزيز بن سعود وجيشه هذه بحضة أدرك هؤلاء أن بريطانيا قد تخلت عن الشريف حسين فهؤلاء واقعيون يريدون التعامل مع الواقع هم لا محال واقعين تحت الحكم السعودي فلماذا يعني يقاومون ذلك لأن هذه المقاومة ستعني مزيد من التضحيات مزيد من الدمار مزيد من القتل وهذا لا يرغبون به إذن لماذا لا تحل الأمور بطريقة يعني أقل ما يمكن أن يقال فيها واقعية كانت لحظات صعبة على الشريف خاصة مع بلوغه سن السبعين في ذلك العام تلاشت كل آماله التي كان يسعى لها وبعد أن تأمل كثيرا وافق الشريف أن يتنازل عن العرش فأرسل رده إلى حزب الحجاز الوطني قائلا لقد قبلنا عرض التنازل عن العرش وإن ليس لنا رغبة إلا في سكينة البلاد وراحتها لأننا نهتم فقط بخير بلدنا نطلب منكم أن تتركوا شعبكم ليتولى أمره بهدوء وإذا ما حدث أي شيء فأنتم المسؤولون بعد خمسة أيام حزم الشريف أغراضه وغادر أرض الحرمين إلى الأبد وصل إلى ميناء جدة فودعه عدد من الحجازيين لقد شعروا بتأثر عميق تجاه سيدهم الذي كان لزمن طويل جزءا من حياتهم وأبحر الشريف نحو مدينة العقبة ثم بويع الشريف علي بن حسين بل كان على الحجاز بعد أن أمسك بمقاليد الحكم في تلك الظروف الصعبة كان يأمل في أن يحافظ على حكم الأشراف الهاشمي لكن الأمور ستأول إلى مصير أسوأ عما قليل من الصعب معرفة كيف كان يمكن إصداء النصح لملك الحجاز الذي تعرض للخيانة لكن لو فكرت في ما كان عليه فعله لإنقاذ مملكة الحجاز من اعتداء السعوديين كان أكبر خطأ ارتكبه هو عدم الاتفاق مع البريطانيين وأن لا يتقبل أن البريطانيين حتى لوخانوا كان يمكن أن يفيدوه بهذا زرع بضلة خسارة عائلته لكرسيها في مكة والمدينة لكن لا يملك المرء إلا أن يتعاطف مع الملك العجوز وعدم استعداده لقبول شروط كانت بمثابة خيانة للتحالف الذي أبرمه مع البريطانيين زمن الحق والاتفاقيات التي اعتقد أنهم تخلوا عنها لقد شعر بعمق خيانة بريطانيا ورغم أن نتيجة كانت كارثية إلا أنه لا يسعك إلا أن تعجب بالقيم التي تمسك بها رافضاً الخيانة لقد شعر بمثابة خيانة بعد إخراج الشريف بات طريق مكة ممهداً أمام عبد العزيز الذي انطلق نحوها على رأس جيشه وبعد عدة أيام دخل ابن سعود إلى مكة في شوارع خالية من المكيين أعلن ضم مكة إلى نجد وعم الخبر ورجاء العالم الإسلامي الذي ساده خوف كبير على مصير الحجاز في مكة صب إخوان من أطاع الله من أتباع عبد العزيز جام غضبهم على معتقدات أهل مكة التي لم تكن تشبههم فحطموا أضرحة الصحابة وهدموا القباب وزيل الكثير من الأثار الإسلامية في مكة لقد رأوا في كل تلك المظاهر شركاً أكبر يخرج الناس من ملتهم ساد الخوف كل أركان الحجاز بعد سقوط مكة وفي ذروة انتصاره كان ابن سعود عازماً على ضم كل أراضي الحجاز لدولته فبعث برسالة إلى أهالي الحجاز قال فيها لقد جئنا لنصرة دين الله وتحريركم لكن السلاماً لن يحل طالما هناك هاشمي يحكم في الهجاز لقد شاهدتم أقوال الحسين وأفعاله في هذه البقعة المباركة مهبط الوحي مما ينكره عقل كل مسلم كما أنه أهمل حقوقها في عدم ركوب طريقة السلف الصالح ليس لنا قصد في زخريف الحسين وأتباعه لا في ملك ولا في خلافة ومقصدنا أن تكون كلمة الله هي العليا صدمة كبيرة حلت بأهل الحجاز فلم يكن سهلاً أن يقبلوا بضم الحجاز إلى نجد بعد مكة توجهت قوات عبد العزيز نحو المدينة المنورة فارضت حصاراً مشدداً عليها ثم انطلقت قوة أخرى نحو جدة مقر إقامة الملك علي بن الحسين ففرضت عليها حصاراً مشدداً استمر عاماً كاملاً بات سقوط الحجاز في يد بن سعود مسألة وقت ففي المدينة المنورة كان الحصار مشدداً لكن أصداء الهجوم قد عمت أرجاء العالم الإسلامي فأرسلت البرقيات إلى بن سعود تحثه على وقف الهجوم على مدينة رسول الله كان يقود هجوم الإخوان على المدينة المنورة الإخواني المتعصب فيصل الدويش الذي هدد سكان المدينة بشدة إذا لم يستسلموا بل وتوعدهم بمصير كمصير الطائف التي بلغهم خبر ما حل بسكانها حتى أن أهل المدينة وافقوا على الاستسلام شرط أن لا يدخلها الإخوان فاستجاب عبد العزيز لذلك الطلب وأمر ابنه الأمير محمد أن يذهب ليتسلم المدينة المنورة ومنذ تلك اللحظة بات الحرمان في قبضة جيش آل سعود من الإخوان كان مصير الحجاز وشؤون الحرمين قد بات حديث العالم الإسلامي حالة من القلق الشديد تتصاعد بين المسلمين بل واستمرت الدول الإسلامية في إرسال برقيات لابن سعود تحثه على عدم القتال في أرض الحجاز وتسأله بشكل واضح عن مستقبل شؤون الحجاز والحرمين فبعث ابن سعود رسالة إلى أهل الحجاز يشرح فيها مآل أمور الحجاز انقبلوا بالتسليم لحكمه الجديد إن أهل مكة أدرى بشعابها وليس لدينا مطمع في حكم الحجاز وسيكون أمر الحرمين شورى بين المسلمين لا يمضي فيهما أمر إلا ما توافق عليه المسلمون واقتضته الشريعة إن الحجاز للحجازيين من جهة الحكم وللعالم الإسلامي من جهة الحقوق التي لهم من هذه البلاد وسنجري استفتاءاً تاماً لاختيار حاكم للعجاز تحت إشراف مندوب العالم الإسلامي وسنسلم الوديعة التي في أيدينا لهذا الحاكم وإني والذي نفسي بيده لم أرد التسلط على الهجاز ولا تملكه وإنما الحجاز وديعة في يدي إلى الوقت الذي يختار الهجازيون لبلادهم وآلياً منهم يكون خاضعاً للعالم الإسلامي هذه وسيلة من وسائل تخفيف الصدمة على الحجازيين بحيث يقبلوا بالوضع الجديد ويأملوا أن لا تتغير الأمور عليهم كثيراً وهذا أمر كل محتل في الدنيا بيقول بذلك بيعطي وعود لللاس اللي بدوا يحتله أنه راح ينعاملكم عاملة حسنة ما راح ينعتدي على حدا ما ناخذ حقوق حدا إلى آخره هذا أمر طبيعي تمارسه جميع الجيوش المحتلة في الدنيا وهذا ما فعل عبد العزيز طبعاً قبيل احتلاله أو أثلاء احتلاله العجاز عام 1925 وعد عبد العزيز لأهل الحجاز بقي حبراً على ورق إذ لم يعقد أي مؤتمر للعالم الإسلامي من أجل إدارة شؤون الحرمين حتى الوعود الخاصة باستقلال الحجاز باتت سراباً فلم يتحقق وعده بمجلس منتخب في الحجاز ولم تتحقق أي مشاركة سياسية على أساس الشورى التي تحدث عنها هي كانت ليست بفكرة تدويل الأماكن المقدسة لم تكن هذه تسمية عبد العزيز لها ولكن كانت تسمية عبد العزيز لها أنه أنا فقط لا أريد أن أتمكن أو أن أسيطر أو أن أستولع على الحجاز لأحكم الحجاز إنما لتسهيل طريقة الحج وطريقة العمرة للقادمين من نجد وإنما سيظل الحجاز رهن للمسلمين ليديروا أمورهم ولكن لم يفي وبالمناسبة هذه أول دعوة لتدويل مكة والمدينة والتدويل المشاعر المقدسة بدأت من عبد العزيز هذه التسمية الآن التي يطيش بها النظام السعودي يعني فرقاً من هذه ويقولون أن هذه التسوية كانت يعني كانت الآن للإساءة للمملكة أو الإساءة للمشاعر المقدسة لا التي بدأ هذه فكرة التدويل هو عبد العزيز نفسه لكنه على طريقته في الغدر ما استطاع أن يفي بها واستولع على الحجاز وأرغمهم بقوة الحديد والنار وبقوة السلطة أن يسلموا له الأمر اقتربت مملكة الحجاز من نهايتها خاصة وأن جدة توشك أن تسقط بعد أن أنهكها الحصار الشديد عاماً كاملاً فلم يبق لهم أي مخرج توالت الوساطات لإخراج الهاشميين وتسليم جدة ثم تدخل المعتمد البريطاني لإنهاء الحرب مع الهاشميين ففي الخامس عشر من كانون الأول ديسمبر عام 1926 رتب المعتمد البريطاني وثيقة لتسليم جدة إلى عبد العزيز جاء في شروطها على ابن سعود إصدار عفو عام عن جميع الحجازيين مدنيين وعسكريين وأشرافاً وأن يستعيد جميع الموظفين الحكوميين وظائفهم كما عليه إخلاء جميع المتطوعين العرب الذين جاءوا لنصرة الهاشميين بأمان وعليه الالتزام بالحفاظ على ممتلكات الأسرة الهاشمية وعدم المساس بها وهو ما قبله الأشراف وفي صباح اليوم التالي أوقعت اتفاقية التسليم وغادر الشريف علي بن حسين ميناء جدة على متن سفينة بريطانية نحو العراق كان بيتنا كبيراً يقع في حارة القشاشية في مكة كنت أنظر من فتحات الشبابيك إلى الحجاج والمعتمرين في البيت العتيق كل ذلك انتهى بعد أن خرج الأشراف من الحجاز خرجنا على دفعتين الأولى كانت مع جدي ملك العرب والثانية التي خرجنا فيها مع والد الملك علي مشاهد الألم كانت حاضرة وبدت على وجوه الراحلين والمودعين لم تحمل أمي معها من مكة كل ما نملكه أخذت معها صندوقين فقط كان فيهما الصور التي ملأت علي حياتي عرفتني بآبائي وأجدادي وتحكي حياتنا في بلادنا الحجازية وهكذا سقطت مملكة الحجاز وانتهى الحكم الشريفي انتهى عهد الإمارة الهاشمية بعد أن مضى عليها ألف ومئة عام ثم رفعت الأعلام السعودية فوق المدن الحجازية ليتغير الحجاز بعدها كليا وهكذا ولدت في الجزيرة دولة جديدة مملكة الحجاز ونجد وتوابعها كما سميت في حينه قبل أن تتحول بعد سنوات إلى المملكة السعودية كان الحجاز العربي دولة ملكية وراثية عاصمته مكة المكرمة عضوا في عصبة الأمم كان الحجاز أقرب إلى البندر والحواضر حتى باتت كلمة خضر لصيقة بالحجاز تميزه عن باقي الجزيرة العربية بعد الغزو السعودي طمست هوية الحجاز فلم يعترف المتعصبون بذلك النسيج المتنوع بل واعتبروا أهالي الحجاز الصوفيين والشوافع مجرد قبوريين كان ما صنعه في مكة أمرا ظاهرا فقبور الصحابة ومزارات الأولياء لم يبقى منها أثر ولولا خوف سلطان نجد من ثوران المسلمين عليه لهدم قبر النبي لقد هدموا آثار آل محمد وحاربوا الأشراف في عقر دارهم بل وأجلوهم عن موطنهم لقد قال سلطانهم إنهم حملوا السيوف لتخليص المسلمين من مظالم الحكم الهاشمي على أن يبت في أمر الحجاز في مؤتمر إسلامي لكنه وحتى كتابة هذه الرسالة لم ينعقد أي مؤتمر تميز الحجاز إلى آخر عهد الشريف حسين بشيء من تنوع الثقافات وامتزاج الثقافات كذلك لماذا؟ لسبب واضح جدا أن كل الذين يتون من جميع بقاء العالم الإسلامي والعالم العربي تحديدا كلهم يأتون بثقافاتهم فغالب هؤلاء الناس مع صعوبة التنقلات ومع رغبتهم في الجوار إن كان في مكة أو في المدينة في الحجاز عموما كان هؤلاء الناس يأتون بثقافاتهم إما ثقافة دينية أو ثقافة حتى ثقافة العادات إن كانت من الشامة وكانت من العراق وكانت حتى من مصر أو من أندنيوسيا أو من المغرب في الحجاز كل هذه الأنواع حتى التنوع المذهبي في الحجاز كان شائعا جدا إلى العهد السعودي ألغي هذا التنوع فكان هناك المذهب الحنبلي والشافعي والحنفي والمالكي وليس لديهم يعني هم في أن يفرق أحد بينهم وبين الآخرين من عموم العرب والمسلمين بعد أشهر من ضم الحجاز تحديدا في شهر يونيو حزيران 1926 جاء أول موسم للحج تحت الراية السعودية كان ذلك التحدي الأكبر لشرعية الحكم الجديد خاصة وأن عددا من الشعوب الإسلامية لم تقبل بهذا الوضع في الحجاز فوقعت الكارثة الكبرى يوم عيد الأطحى ظن المسلمون أن كل شيء بقي على ما هو عليه لكن ما إن وصل المحمل المصري الذي يحمل كسوة الكعبة المشرفة من القاهرة نحو الحجاز حتى شن أتباع عبد العزيز المتعصبون هجوما داميا أدى إلى مقتلة كبيرة بين الحجاج المصريين معتبرين ما جاءوا به بدعة وشركا ونتيجة لتلك المذبحة امتنعت مصر عن أداء الحج سنوات طويلة حيث يقوم جلالته بغسلها بنفسه بماء ذمدماً معصر بماء الورد والمسك في الجزيرة بات ابن سعود لوحده دون منافسين نصب مالكاً على الحجاز ونجد وفي الحجاز باتت وعود الاستقلال التي أطلقها سراباً فلم يعطي الحجازيين ما وعد به ولم يعقد أي مؤتمر إسلامي لإدارة الحرمين كما جاء في خطابه عند دخول الحجاز واستسلم الحجازيون لقدرهم أما الشريف حسين بن علي فلم يرى الحجاز حتى مماته فقد بقي مبعداً حتى وفته المنية عام 1931 إذ توفي بعد خمس سنوات من سقوط الحجاز وبناء على وصيته فقد خرجت له جنازة عربية مهيبة في القدس الشريف حيث أوصى أن يدفن في القدس وعند أبواب المسجد الأقصى كان للشريف ما أراد منطقة الحجاز والأشراف ومراء مكة من الأشراف وهم سلالة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وقته وزوقته فاغمة الثهر من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى وقت آخر الخلفاء العباسيين واللي كان مقيم بلقاه ترجمة نانسي قنقر